موسيقى لنما كانت مريم عليها السلام منقطعة عن الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى أرسل الله إليها سيدنا جبريل عليه السلام في صورة بشر يبشرها بأنها ستحمل طفلا مباركا اسمه المسيح عيسى بن مريم وأنه سيكون رسولا ووجيها في الدنيا لكثرة أتباعه ووجيها في الآخرة لعلو منزلته في الجنة بكرم الله عز وجل بعث الله عز وجل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ويحل لهم بعض ما حرم عليهم ومصدقا برسالة موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تبارك وتعالى قبله وجاء عيسى عليه السلام مبشرا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بخاتم وخاتم الأنبياء الذي سيبعث من بعده وأكد المسيح عليه السلام لبني إسرائيل أنه عبد الله تعالى وأنه رسوله وأنه كلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام وروح منه وأنه ليس بابن لله تعالى وأنه ليس إلها ولا ربا ولم يزعم قط أنه إله أو ابن لله سبحانه وتعالى حاشاه عليه الصلاة والسلام وأوضح عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لا يقدر على فعل شيء من تلقاء نفسه إلا ما أمكنه الله عز وجل منه وأقدره عليه فقد تحدث القرآن عن أمه رضي الله عنها ورحمها الله وولادته ونبوته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم التي أيده بها ربه تبارك وتعالى وبين القرآن أنه لم يصلب ولكن رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان إن شاء الله أيد الله عز وجل نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بمعجزة التكلم في المهد أي في الصغر وذلك لتبرئة أمه وقد جاء ذلك في القرآن الكريم قال ربنا عز وجل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وكانت هذه المعجزة على خلاف العادة فلا يمكن للرضيع أن يتكلم في رضاعه امتن به على عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات ومنها المائدة التي سميت بها إحدى سور القرآن الكريم وهي إحدى معجزات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه عندما طلبوا منه أن ينزل الله عز وجل عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم فإن من المعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد أيده الله عز وجل بكثير من الآيات والمعجزات ومنها إحياء الموتى بإذن الله وهي معجزة لا تتم إلا برحمة الله وكرمه وعطائه وإذنه جل في علاه كما في قول ربنا تبارك وتعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه فإن الله سبحانه وتعالى أعطى عيسى عليه الصلاة والسلام القدرة على إحياء الموتى بإذن الله كانت لديه قدرات علاج لبعض الأمراض التي كان في وقتها لا يوجد لها علاج مثل مرض البرص وأيضا توضح الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام كانت لديه القدرة على إرجاع النظر إلى من كان كفيفا وإن عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى عن طريق الدعاء والإحياء كان بإذن الله تعالى وقدرته ويقال إن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يحيي الموتى كان يرفع يديه إلى الله عز وجل ويقوم بالدعاء والصلاة ومن ثم يتم إحياء الموتى بإذن الله وإحياء الموتى أحد أكثر معجزات النبي عيسى عليه الصلاة والسلام شهرة وإثارة للحيرة ومن الذين أحياهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بإذن الله قيل ألي عازر كان صديق النبي عيسى عليه الصلاة والسلام إذ لما مرض أرسلت أخته إلى سيدنا عيسى عليه السلام أن ألي عازر يموت وصلت الرسالة إلى نبي الله عيسى عليه السلام حتى انطلق بالمسير إلى منزل صديقه ولكن منزل ألي عازر كان يبعد مسيرة ثلاثة أيام عن منزل عيسى عليه السلام فسار إليه فوصل إليه فوجده قد مات فأتى قبره فدع الله عز وجل فانفلقت الصخرة وأحيا الله عز وجل ألي عازر من موته بإذن الله تعالى ليحيا بعدها وينجب ولداه وفي ذات يوم قابل سيدنا عيسى عليه السلام جنازة أمامه فلما سأل روح الله عز وجل عن أمرها أجابه القوم أن المتوفى هو ابن سيدة عجوز فإنه مر به محمولا على سريره فدعا له سيدنا عيسى عليه السلام أن يقوم بإذن الله فقام ونزل عن أكتاف الرجال ولبس ثيابه ثم حمل سريره وعاد إلى أهله ومنزله حيا يرزق بإذن الله إلا أن الفجار والكفار والمكذبين من بني إسرائيل أرادوا أن يختبروا عيسى عليه الصلاة والسلام بل شككوا فيه وفي دعواه ورسالته صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنك لم تحيي إلا من كان موته قريبا فلعلهم لم يكونوا ميتين بل أصيبوا بإغماء أو سكتة فأحيي لنا سام بن نوح إن كنت صادقة وقد كان مر على موته أربعة آلاف سنة فقال لهم دلوني على قبره قالوا في وادي كذا وكذا وصل القوم يتقدمهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلى قبر سام بن نوح عليه السلام وقف عيسى عليه السلام على القبر ودعا ربه تبارك وتعالى باسمه الأعظم أن يبعث سام بن نوح من مرقده لدحض الدعاءات بني إسرائيل ثم توجه بدعاء ربنا سبحانه وتعالى لساكن القبر سام ثلاثا قائلا في كل مرة يا سام بن نوح قم بإذن الله بعد النداءات الثلاثة إن شقت الأرض وخرج سام بن نوح عليهم السلام من قبره أبيض الشعر جذعا سأل عيسى عليه الصلاة والسلام سام عن اسمه لتبيان الحقيقة لمكذب بني إسرائيل فأخبره أنه سام بن نوح ثم أتى دور سام الذي سأل عيسى عليه الصلاة والسلام إن كان هذا اليوم هو يوم البعث فأجابه أن الساعة لم تحن بعد إنما أحياه الله بإذنه ليقدم البرهان والدليل لبني إسرائيل فقال سام يا بني إسرائيل هذا عيسى بن مريم ابن العذراء المباركة روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فآمنوا به واتبعوه كانت هذه أشهر قصص انتشرت في إحياء عيسى عليه السلام للموتى بإذن الله تبارك وتعالى فالله أعلم بما يكون من ذلك ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته